وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح نعم هذا الحديث متمم لما ذكرناه في الحديث الذي قبله فيما يتعلق بفرضية العمرة واستدل به من قال بأن العمرة واجبة على كل مكلف في العمر مرة واحدة لأن عائشة قرنته بالجهاد قرنته بالجهاد وهو واجب والنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون عليهن كنساء هذا القتال الذي يكون بين صفوف المسلمين والمشركين وإنما قال لهن لهن الحج والعمرة بمعنى أنه هو الذي يجب عليهم وهو في حكم الجهاد لاشتراك المشقة وضرب والضرب في الأرض بين الحج وبين الجهاد في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله فيه مشقة وفيه ضرب في الأرض وكذلك وكذلك الحج فيه ضرب في الأرض وفيه وفيه مشقة فاشتبه من هذا الوجه فجعل هذا الاجتباه منحصرا بالنسبة للنساء في الحج والعمرة بخلاف بخلاف الرجال أما بالنسبة لقول الحافظ رحمه الله هنا وأصله في الصحيح أي أصل حديث عائشة هذا في الصحيح وإنما أتى بهذا الحديث لأنه فيه دلالة أكبر وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيح عند البخاري حديث عائشة قول الحافظ هنا وأصله في الصحيح أي في البخاري وليس في مسلم فدل على أن الحافظ في هذا الكتاب إذا قال في الصحيح أو خرجه في الصحيح أو نحو ذلك فإنه يريد به البخاري أي صحيح البخاري ولا يدخل في ذلك صحيح مسلم وأصله في الصحيح وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله نرى الجهاد في سبيل الله فهل نقاتل أي النساء قال لا ولكن كل حج مبرور ولكن كل حج مبرور هذا هو الذي في الصحيح لكن الحافظ رحمه الله أتى بهذه الرواية لأنها أدل على المقام والشاهد من حيث فرضية العمرة وإلا فأصل الحديث في الصحيح كما ذكر الحافظ رحمه الله ويأخذ من هذا الحديث أنه أن الجهاد أيضا لا يجب على النساء وإنما يجب على الرجال ترجمة نانسي قنقر